عايزين حضراتك في البداية تعرفينا وتعرفي المشاهدين إزاي نحط ميزانية للبيت؟ هو في البداية يعني نحب نقول يعني إيه ميزانية؟ الميزانية إن أنا بيبقى عندي إن أنا بيبقى بعرف أعمل توازن مالي ما بين احتياجاتي اللي هي اللي نسميها في شكل نفقات وما بين الموارد بتاعتي الموارد اللي هي بتبقى في شكل الدخل المالي بتاعي طب أنا إزاي بيحدد ميزانية؟ أول حاجة لازم يبقى عندي مفهوم الميزانية يبقى موجود جوايا إن أنا لازم أخطط ماليا لازم يبقى عندي توازن مالي لازم الشهر يعدي من غير استدانة لازم إن أنا ألبى احتياجات أفراد الأسرة وأجبعها بدون ما يبقى فيه مشاكل برضو أسرية يعني أنا مش بقول للناس دبر على حساب أفراد الأسرة واحتياجاتهم لا أنا بعمل عملية توازن وموازنة وبشكل مارن وبشكل واقعي يعني مفاشر أنا أقول والله أنا داخلي مثلا 3000 وحط ميزانية 5000 وأرجع أقول أصلا الميزانية ما بتزبطش معي خليني واقعي حطها على المبلغ الأقل يعني لو أنا داخلي 3000 اعتبر نفسك داخلك 2000 ونص وابتدي حط الميزانية على الـ 2000 ونص بحيث إن أنا لو حصل بعض من التجاوزات إلى حد ما أقدر إن أنا أرجع تاني ويبقى فيه عندي مرونة في الإنفاق بتاعتي صحيح تفضل أكمل فالميزانية الفكرة فيها هي الموازنة وليس من قلوش الناس بخلاء ومحدش يسرف أو ينفق أو إن أنا أقول للناس إنت لو عندك مشكلة بدخلك خليك زي ما أنت لأ أنا لازم أشوف هل أنا داخلي متوازن مع احتياجاتي ولا لأ طيب لو أنا داخلي مش متوازن مع احتياجاتي أبتدي إن أنا بورقة وقلم أحط الأسباب هل إن إحنا مثلا حد من أفراد الأسرة عنده نزع استهلاكية خاطئة مثلا طيب هل أنا بنفق الدخلي بتاعي في إيه؟ هل أنا بنفقه في كل حاجة بتقابلني بشتريها أو ألاقي تخفضات فبشتري أو بشتري أونلاين فده بيهدر لي الميزانية طيب أنا أصلا داخلي أقل يعني قمية الدخلي أنا طبعا ملتزمة بالميزانية بتاعتي ولكن الدخل بتاعي منخفض طيب أبتدي إن أنا أدور على حل للمشكلة فهنا ميزانية هي إن أنا بعد في قعدة صفا في وقت كده يكون زهن صافي أكتب أساسياتي وأدبر احتياجاتي مع الدخل بتاعي